يعني أذا هسه وتنافس إرادات النفط أنا هسه أراويج إذا تردين أطلع ليش كتاب من وزير المالية كيف خلال سنتين حولنا شركات وزارة النقل من خاسرة إلى رابحة مع تقليل أسعار النقل يعني أجور النقل 2009 ذات الذكرين كانت تذكرة الطائرة بغداد تركيا 900 دولار خفضتها 700 بعدين 2010 خفضتها 550 تدرين من خفضتها 700 إحنا منحققين 67 مليار دينار ربح بالأفين وتسعة خفضتها 550 حققنا 97 مليار ربح يعني مع تخفيض إجور النقل حولنا الشركة من خاسرة إلى رابحة ووزارة المالية أمطيتني شكر وتقدير لتحويل الشركات من خاسرة إلى رابحة زين من أنت حولتهم إلى رابحة ليش بعدك يرجعا خاسرة ليش خاسرة ليش خاسرة هذا سوء الإدارة الخلل شامل أحياناً الوزير يجي بأجندة حزب جائبته ولذلك كل شيء ما يقدر لا يقدمه أحياناً أكون مدير عام بحد الوزير ما ينفذ لي لأنه حزب قوي نعم أشلون فلذلك انتظرين يعني مر على سلطة الطيران والخطوط الجوية وناس ما لهم علاقة بالطيران ولا يعرفون يتكلمون كلمتين إنجليزي ليش إحنا الحضر في 2009 إحنا رفعنا الحضر اللي هو علينا من الواحد والتسعين وفتحنا الطيران باتجاه أوروبا والعالم ليش رجع الحضر في 2015 وليش لحد الآن ما يقدرون يرفعونه بدأوا الناس الخبرات تطلعونها بدأت السيطرة الأحزاب نفوذها بدأت تعينات عشوائية الوضع انترث ناس كلها خبرة ماكوة جهل ما عدتها خبرة بالإدارة استلمت إضافة إلى الفساد طائرات واقفة مع الأسف يعني كل دول العالم تعتبر هذه الوسائل التي تحدثت عليها هي مصدر أموال كثيرة يعني مع الأسف بلدنا ستهايفاء فقط نحن كل شي خاص وكل شي مع الأسف فقط الطائرات العابرة يعني مو الهابطة بالعراق بس العابرة على أجوانه كآن من إجيت قبل كان محد يجبي إجورهم وكانت تعرفة 50 دولار رفعتها 375 دولار زيدنا العدد من 50 إلى 500 طائرة باليوم خلال 2010 2011 880 طائرة 2017 25 طائرة اليوم 1270 طائرة بليوم نحن الآن 22 المفروض 3000 طائرة خلال خبرة ماكو درايا ماكو فساد أكو لا بس نقطة خبرة ماكو اتفقنا أنه وفساد نعم فساد طبعا يعني أطيت مثل هل معقولة نفتقر إلى الخطط الستراتيجية لها هذه الوزارة؟ طبعا الآن إذا أقول لك لكن من يجي على الخطوط مو اختصاصة نعم أنقل أنقل يا بل عقوبات حلوة والصرامة حلوة بس مو أجي أنقل المهندسين اللي هما هندسة الطيران أوديهم للسكك بدون سبب بدون لجنة تحقيقية هاي جريمة هذا الدولة خسرت عليه مئات الآلاف من الدولارات ودربتهم وهيعتهم وأخذوا شهادات بتعصيانة الطائرات أودي للسكك وواحد أودي حطينا بكارفان على الحدود الإيرانية لماذا؟ نقلوه شركة المسافرين وهذا نقلوه للبري أتمنى أن نشوف هذه المتساؤلات فهذا الآن أكو رئيس وزراء يجمع يقول تعال افتح وتحقيق كيف هذا جاي يروحون ناس خبرات يروحون المكان مختصاصهم بعدين تعليمات وزارة المالية تقول المنسب يجب أن الشركة تحتاج اختصاصه يقول لي للسكك إذا تحتاج اختصاص مهندس طيران يعني إلا يردون يطيرون القطار زين؟ فهذه الآلية التصرفات أنا سويت كتاب الوزارة النقل وأنتظر الإجابة نتمنى إجابة وزارة النقل ووزير النقل يكون ضيفنا ونتحدث بهذه المواضيع لأن المواضيع اللي تحدث بيها يعني السيدة عامري والله العظيم يعني إذا هي صحيحة كلها يعني أكيد أنا مسؤول عن كل كلمة وقولها يعني ما أعرف يعني إشياء خطيرة نعم احتمال أكو طائرات تسقط ليش من أطلع مهندسين الطيران وأجيب مهندس بالخوف أقول لها طير الطيارة حتى لو بها حطل أنا ما رجلها توقف أكو أعطال بسيطة ستين عدد الله يخليك لا تخوفنا إسمحيكي أنا هذا كلام أقول ليش أكو بالطيران أكو بالطيارة يعني إن شاء الله إن شاء الله نتمنى يعني أنا رح لهنا أقول ستوب يعني خلص أتمنى أن هذه الإجابة الأسئلة اللي سألها والحديث اللي تحدث بي أتمنى يجاوبني وزير النقل يعني إذا بلفع الحديث السيد عامر النائب والوزير السابق لهذه الوزارة والله العظيم نعيش بكارثة ونحن خليني أبدأ الموضوع ستهاي فأعني أتأل السؤال يعني دقيقة واحدة ترجمة نانسي قنقر